نظمت الأمنة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة ندوة تحت عنوان الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية لمناقشة عدد من الموضوعات الداعمة للاقتصاد في الفترة الراهنة واستعرض المشاركون خلال ندوة العديد من الأفكار والرؤى الخاصة بالمحور الاقتصادي الذي يعد محوراً أساسياً من محاور الحوار الوطني وذلك لرفع توصياته لمجلس أمناء الحوار الوطني الحوار كان تاري جداً واشتركت عديد من الشخصيات الهامة جداً في إدارة هذا الحوار وقد نقش من عدة جوانب ومن عدة وجهات نظر الحرب الأوكرانية الروسية هي إنعكاس لمخاضة عالمي لتغيير في النظام الاقتصادي العالمي تأثيراته لسه مش واضح لحد دلوقتي هتوصل بفين ولكن هو كان زي ما بنوع عليه الفصل الثاني بعد ما كان الفصل الأولاني أزمة الكورونا واللي حصل فيها الفصل الثاني هو الحرب الأوكرانية الحقي حزب الحموات الوطن كان له صابقة في وجود قبول الدعوة للحوار الوطني وعلى غرارها تم كثير من الجلسات في محافظات الجمهورية كلها والنهاردة انتلاقا واستمرار لهذا الأمر في محافظة القاهرة ومبادرة هامة جدا عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وضروري الدعم الصناعة الوطنية في هذا الأمر لما لهم الأهمية كبيرة جدا من إدراك القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية لأهمية سلاح دعم الصناعة الوطنية في المستقبل احنا بدأنا فعلا شغل فرض الواقع يعني الحمد لله التواجد النهاردة دي كلها قيادات تنظيمية موجودة كلها على حكمة ووعي بمدى خطورة الوقت اللي احنا فيه والتواجد بتاعنا وتأثرنا على المواطنة البسيطة اللي في الشارع اللازم يشوف كمية التحديات اللي بتواجهها الحكومة والسيد الرئيس الفترة دي فعلا كلنا محتاجين للحوار الوطن نعشنا وكنا بناخد من الناد ودينا نحنا نطلع بنقاط محددة ان شاء الله هنرفعها للقيادة المركزية للحزب ومن خلالها ترفع إلى لجنة الحوار الوطني العليا حتى يكون حزب حموات الوطن بهذا ساهم بشكل إيجابي سياسي وحزبي في الوصول إلى مقترحات وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ على الأرض الواقع إن شاء الله